السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتكلم عن العجر فيرول وان شاء الله اهتمال كبير ان احنا ننهي الموضوع ده احنا تقريبا بقى انا اه اربع فيديوهات او خمس فيديوهات بنتكلم عليه. خدنا الفيديو اللي فات. الدي ان اس. خدنا وخدنا النتورك رول. هنكمل ان شاء الله مع بعض النهاردة. اه في المواضيع المتعلقة بالفايرول زي ما قلنا. علشان نحاول ان احنا نختم الكلام عليه. هنروح للبوليسي بتاعتنا اللي احنا عملناها. هنلاقينا ان احنا في الفيديوهات السابقة كلها تقريبا. تكلمنا عن السيتنج زي ما احنا قلنا. تكلمنا على الهول كلها تقريبا. الدينات والنتورك رول. والابليكيشن رول والفيديو اللي فات. اتكلمنا على البيانت فوليسي وعلى الدي ان اس. وآآ النهاردة ان شاء الله هنختم زي ما قلنا كلامنا على الفايرول. آآ بقيلنا الفيتشر البريميوم اللي هي اللي بتفرق بقى بين الستاندر وبين البريميوم. وبما ان احنا شغالين آآ البرجن او الاصدار آآ البريميوم. آآ آآ هنتكلم على خصائص النوع ده واللي اشهرها ثريد انتليجينس. بمساطة شديدة جدا. آآ ده او دية خدمة قائمة على التنبؤات الذكاء الاصطناعي بالتحديدات والمخاطر. واختصارا برضو لو انا رايح اريكوست او اطلب ويب سايت معين او آآ ديستونيشن بتاعتي اي بي معينة. هي محبوض آآ عليها كومنتات في الداتا بيز الخاصة بمايكروسوفت فيما يتعلق بالتهديدات والمخاطر استنادا على التحليلات اللي بتتم عن طريق آآ الزكاء الاصطناعي زي ما قلنا. انا الخاصية ديت عندي ليها تلات خيارات عندي آآ اني ممكن اوقافها خالص معديش يعني مش هستخدمها استغنى عنها تسيبل يعني وعندي الاليرت اني وعندي الاليرت انت ديناي الاليرت اني يعني هو هينبهني اني خلي بالك الموقع ده آآ غير موصوق منه او الاي بي ده آآ هياجي من وراه خطر ولكن هو هيعدي لي ترافيك وهيسمح لي ان انا اطلع عليه ومعندش اي مشاكل ولكن بيديني تحذير. الاليرت انت ديناي برضو من اسمها هيديني تحذير ويقفل علي آآ الترافيك يمنعه او يمنعني من ان انا روح للدستنيشن ديت او للوجه ديت ولن اتمكن من الوصول اليها آآ طالما ان هي محطوط عليها دايرة على اعتبار ان هي التحديد او خطر بالنسبة لي. ممكن اني انا افعلها. يعني ممكن اقول له لأ خليها لي آآ ولكن استسنيني الاي بي ادرس ده. سواء اي بي ادرس آآ معين واحد يعني او مجموعة الرينج او صدنت كامل ما تروحش تقول لي آآ ده ممنوع ان انت تدخله او ده آآ آآ الترافيك هوقفه لك. لا. انت امنع كل شيء ما عدا الرينج ده او ما عدا الفول كواليفايد دومين نيم زي مكروسوفت وجوجل وياهو ومس ان وغيرها. يبقى لو انا جايني خطر من خلال آآ اي بي. وحابب ان انا اوصل له. يعني ما عنديش مشكلة في الكلام ده. فبس تسليم الايين لو انا نفعل الخيار الخاص بالديلايين. او لو انا الويب سايت اللي انا رايحه هو من وجهة نظر مكروسوفت ويب سايت هياجي من وراه خطر او هياجي من وراه تحديد. وانا ما عنديش مشكل في الكلام ده او انا آآ حابب ان انا ازوره. فاقول له تخطى لي الموقع ده. اعتقد الكلام في الجزئية دي واضح جدا. هننتقل فيه ما بعد لالتي الاس انسبيكشن. التيلس اختصار لترانسبورد لاير سيكيوريتي. التيلس يا شباب آآ في في الاسدار بيعمل حاجة مهمة جدا علشان نفهمها. خلونا نروح طبعا هي فيها خيارين يا اما اني او اني حينيب. ما فيهاش خيارات زي الخيارات اللي فاتت يعني تحذير او منع او شيء من ده هي اني اما هفعلها او مش هفعلها. طيب حالة ان انا فعلتها هيطلع لي خيارات تانية انه هبتدي اختار الفولت او اللي حتيجي عليه الشهادة الخاصة بالموضوع ده. عشان تفهم الموضوع اصلا او عشان نفهم الموضوع مع بعض خلينا كده نروح آآ سريعا لآآ المثال ده. لو انا عندي هنا اي سورس سواء اون بريم سواء آآ كيان ما سواء دمين ما اي سورس. لو اي سورس زي ما احنا آآ قلنا. رايح يكلم اي دستريشن. قرضو من اي نوع يعني مسلا ممكن تكون دستريشن حضرتك. او ممكن تكون او ممكن تكون او ممكن تكون اا يعني اي دستريشن. تمام? لو انا عندي اجر فايرور. خدمة اللي اسمها الفايرور. اللي واقف هنا في نقص. فالترافك جايني من السورس رايح الديستريشن. اوكي. وراجع من الديستريشن رايح للسورس. خلاص. الترافك ماشي. من هنا رايح هنا. في اتجاهها. فالفايرول واقف بينهم في النص. الوضع الطبيعي اللي بيحصل. انه السورس لما بيروح يخاطب الدستريشن. الفايرور بيوقفه. يوقف الترافك. سواء من نوع بريميوم او من نوع ستاندر. ايا ده. هو ده اصلا الوظيفة بتاعته. بيروح يبص عليه. يفحصه. فيروح يفحص الترافك هل هو امن او لا. من خلال ايه? خلال شهادة الامان اللي هو جاي بيها. اللي هي السورتيفيكاشن. تمام? تمام. فيبص يقوله انت من مصدر موصوخ عندي. وجاي من منطقة امنة. ومعاك اه سيجنيتشر او او سيرتيفيكت. بتقول ان انت راجل. ما عندكش تهديدات. ما عندكش مخاطر. اتفضل روح للدستنيشن اللي انت رايح لها. طبعا بقى على حسب البوليس بقى والرول اللي انا مطبقها واللي احنا تكلمنا فيها مع بعض. خلاص? والعكس صحيح لما عندك ترافك جاي من اه المكان ده رايح للمكان ده. بيعمل نفس الحاجة. بيروح يبص على السيرتيفيكات اللي هنا. ويشوفها هل هي امنة? هل مصدرة من قبل موقع امن او سيرفر او جاية من مكان موثوق بالنسبة لي? فبيعديها. فده اللي بيتم في الحالة الطبيعية جدا. تمام? ولو انا مستخدم من نوع ستاندرد هو ده السيناريو اللي بيتم حرفيا. بروح اشوف شهادة الامان اللي هي بايد ديفولت يا شباب مشفرة. خلاص? بشوفها امنة. بشوف يعني بشيك على التشفير بتاعها وبعديه لي. خلاص طالما شيكت على مستوى الامان بتاعها. على موثقيتها. بعديها. لكن فحلت الفايرول من نوع بريميوم. ولو انا مطبق عندي تيلس. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل انه لما سورس يروح يكلم يقوله وريني الشهادة بتاعتك. ده الفايرول. فيروح موريهانه. يقوله استنى بقى لو سمحت. انا هفك الشفرة بتاعتها. وحلل الترافيك كده واحدة واحدة. علشان افهم هي هو اصلا ايه اللي ايه اللي انت جاي بيه. اللي انت رايح تخاطب بيه. يبقى هنا بيحصل حاجة ما كانتش بتحصل في الوضع الطبيعي. حاجة زيادة. هي ان الفايرول من نوع بريميوم. ولو انا مفعل تيلس. بيروح يفك شفرة الشهادة اللي جاي بيها. ده بعد كمان ما يتأكد ان هي امنة. في كلا الحالات طالما ما تأكدش من اه امنها. بيلغيها اصلا بيروح موقف الترافيك وبيلغيه. لكن هنفترض ان الشهادة موثقة جاية من مصدر امن في حالة انه انا فايرول حيقوم بفك شفرتها وتحليل ما بداخلها. ده بيضيف لي مستوى امان اضافي. انا ما كنتش هقدر احصل عليه لو انا شغال فايرول من نوع استادر. بعد ما يفك الشفرة ويتأكد منها بنسبة مية في المية بيعيد تشفرها مرة اخرى قبل ما يبعتها للدستريشن. خلاص وصلت فكيت هنا الشفرة حللت البيانات اللي جاية بيها اتأكدت من ان الترافيك مية في المية امن بروح عامل اعادة تشفير لكل ده ثاني وبعته للدستريشن. وطبعا العكس صحيح لو الترافيك جاني من الاتجاه ده بعمل نفس الشيء. بفك الشفرة بحللها بتأكد من امنها تشفرها تاني بعيد ارسالها للجانب الاخر. وصلت هو ده اللي بيحصل في حالة ان انا فعلت. في حالة تفعيله زي ما قلنا بيطلب مني الكي فالت اللي حيستخدم بقى لفك شفرة الشهادة تحليلها. علشان اعمل كده انا مطالب من ان انا استخدم هي اللي تروح بالنيابة عني تعمل العملية ديها. وباي ديفولت ديها تعتقد ان احنا تكلمنا عليها هي اللي بتقوم مقام الشيء ده. فانا مطالب ان انا اختار هنا. اعتقدش ان احنا عندنا فاحنا مطالبين بان احنا نعمل واحد جديد. واختاره كده هو بيكريده لي عادي عادي جدا بصراح يعني ومعندناش مشاكل. ومطالب كمان ان انا اختار اللي هيستخدم في العملية ديها. وبجرد ما باختار الاتنين دول فبقول له هو طبعا بيروح يكريد دلوقتي وبعد ما ينتهي هيلود الكي فالت. وابدأ اتمكن من ان انا اقول له وبعد عملية الحافز ديت هيروح يعمل السيناريو اللي احنا تكلمنا عليها. طيب هندسكارد ديت علشان او نعمل دلوقتي احنا بس كنا علشان نفهم السيناريو مش ازاي. الاي دي بي اس احنا تكلمنا عليه بشكل نظري. وغطيناه بقي ان احنا ندخل اه برضو نشوف الخيارات بتاعته. اما انه او حيحذرني لو في بيانات احنا قلنا لعطي بي اس. اه حساس سينسور بيتشك على البيانات اللي بيشك ان فيها حاجات سينسدر. حاجات ممكن تتعرض للمخاطر للتحديدات لمحاولة الحصول عليها بطريقة غير شرعية. اه زي بيانات الفيزا كارد زي بيانات الحسابات البنكية زي بيانات الاموال اللي رايحة وجاية. اسهم تداول استثمرات مش عارف ايه الكلام ده. تمام? فانا اطالب ان انا في حالة تفعيلها اما انه بقوله اه ديناي لو حسيت ان في اي سينسدف دادة رايحة هتأثر علي او هتطلع مني لطرف غير موصوق فيه بنعلي الكلام ده تماما او حزرني مني. خلاص? هنا في ثريد انتليجنس وفي الاي دي بي اس الخيارات تقريبا مشابه البعض. حزرني وحزرني ومنعني. طب هو هيحزرك ازاي? هيحزرك عن طريق اللوجز. تمام? عن طريق الانالايتكس. عن طريق الوركسبيس اللي احنا تناولناه في الموديول الاول وعملناه بايدنا وتعرفنا عليه. فانت مطالب ان انت تروح تعمل آآ 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 خاص بالفايرول علشان اللوجات تزهرلك. آآ آآ تبدأ تتعرف عليها وتبدأ في الألرتات تشوفها. يعني تشوف الركومنتيشن اللي جاي عليها وتتعامل معا. هنا. عنبدأ ان احنا نتكلم على هو ايه الهب اصلا وايه يعني بيعمل لي ايه? الحقيقة احنا ما اتكلماش او ما سابقش نتكلم عليه ولكن هتكلم عنه ان شاء الله ممكن يكون الفيديو اللي جاي او اللي بعديه ولكن ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن اه و لكن مدارة عن طريق مكروسوفت. فكرة ببساطة جدا هو يعني مركز تجميع كده للشركات بتاعتي. ببدأ حط عليها او والسيرفز اللي مرتبطة بيها عن طريق الهب ده. ويعني يستخدم الكمحور مركزي كده يربط بين اكتر من اه هنعمله ان شاء الله وتكلم عليه بادينا ولكن نبقى فاهمين المفهوم بتاعه. نلاحظ هنا ان احنا واعفين عليه انه ما فيش اصل ولا هب اه احنا اصلا ربطينه بالفايرول. طيب هو بتعمل من اين? بتعمل من اني باضطر ان يروح على الفايرول. ومنها صاحة الفايرول العامة يعني مش البوليس اللي احنا كنا واعفين عليها ومنها وبقول له لو سمحت انا اه محتاج اكريت اه سيكيوريتي اه او اه وحط عليه السيكيوريتي اللي جاية عن طريق الفايرول من هنا. هيبدأ يقول لي مفيش ولا هب شايفين ده شكله هو زي ما قلنا نقطة تجميع او محور تجميع بتاعتي كلها. ببدأ اقول له كريت نيو سيكيور بيرشول هب لو انا ما عنديش وزي الحالة انا لسه ما تكلمناش عليه فبالتالي احنا ما عندناش ولا اه هب ممكن نستعطمه في الفايرول. ورجعنا كده لمكان ما كنا واقفين. علشان نكمل كلام اه كلامنا او اه حدثنا على موضوع الفايرول. هنلاقي هنا الشبكات اللي انا حميها طبعا قلنا الهب مفيش ولا هب. طيب الشبكات اللي انا حميها بقى شبكات مرتبطة بالفايرول بتاعي هيبدأ يطلع لي الشبكات اللي انا آآ باصص عليها كفايرول ومؤمن الترافيك اللي جاي رايح منها. حدثنا ديت هي الشبكة وحيدة اللي احنا اشتغلنا عليها عاملناها مع بعض. اللي كان اسمها السيكيور او السيك زيرو وان. طيب. هنبدأ نتكلم على البرايبت اي بي رينج هو ايه او الاس نات. الاس نات اختصار سورس نتورك ادابتر ترانسليشن. سورس نتورك ادابتر ترانسليشن. ايه هي? الفكرة بتاعتها ايه? كونسبت القايمة عليها ايه? اللي با ديفولت او تلقائيا او بصورة طبيعية. حركة البيانات او الترافيك. الصادر رايح من اه شبكة عندي. راح يكلم عنوان اي بي مثلا او راح يكلم شبكة تانية. بشكل طبيعي او بشكل افتراضي. لو انا اه عندي فايروول. فبالتالي كل الترافيك بيتعمله فلتريشن عن طريقي. خلاص? او عن طريق فايروول. امتاز. يبقى اي ترافيك طالع يروح يكلم عنوان اي بي. ريال اي بي. او بابليك اي بي. يعني الطالع من عندي لوكل. رايح بابليك. هو بيعدي باي ديفولت على الفايروول. فالحالة دي. الفايروول ما بيروحش يبص على عنوان برايفت. طالما انا الطالع اكلم العلمة الخارجي. فانا باي ديفولت انا رايح اخاطب اي بي من نوع ريال اي بي. او بابليك اي بي. خليني نقول. تمام? فانا اي اللي هيوديني لبرايفت اي بي. انا هنا وش هكلم برايفت اي بي. فقال لي لا ما خلي بالك. فيه انواع من الشركات. اهو مش انواع افوان. فيه انواع من من تصميم النتورك في الشبكات. بتستخدم اي بي هات بابليك داخليا. يعني ايه الكلام ده? هقول لك يعني ايه. خلينا نروح ناخد واحد جديد. ونقول انا عندي هنا نتورك. عندي هنا نتورك. في المكان ده. اي نتورك في الدنيا هي في النهاية عنوان اي بي. او بتتكون من عنوان اي بي. صح. لو الشبكة دي داخليا فبنسبة تسعة وتسعين في المية هي بتستخدم عنوان داخلي. او تلاسي خلينا نقول. اللي هو اشهرهم المية اتنين وتسعين. مية اتنين وستين مش عارف كده اللي احنا عارفين. بعض الشبكات الداخلية برضو في بعض الاماكن بتستخدمش مية اتنين وتسعين. بتستخدم مسلا عاشر. نعم بتاع عاشر عاشر مش عارف صفر كده على ستاشر على. مش عارف كده. اوكي? تمام. وبعض الشركات برضو بتروح مستخدم مية تمانية وعشرين. فمية تمانية وعشرين ده. هو اصلا بابليك اي دي. صح? خلاص? لانه من كلاس اي? احنا كلمنا في الكلام ده تفصيليا في كورس النيتورك. فرقنا بنكلاسس واستخدماتها. ولكن اختصارا الشبكة او كيان العنوان الدخلي بتاعه مية تمانية وعشرين. طيب. الفايرول بقى لما راح اقول له انا عايز افتح لك الترافيك دخليا نركز دخليا بتكلم. من شبكة اا او من سابنت اي لسابنت بي. وروح مدي له عنوان السابنت مية تمانية وعشرين. فهو هنا وكأنه حيتلخبط او هيهيأ اليه ان انت رايح تكلم العالم الخارجي طالما تديتني في النهاية. اي بي بابليك. هو فعليا مش بابليك. ولكن انا الديزاين غلط خلينا نقول. واستخدم اي بي اا ما كانش محور دي استخدمه. ولكن دي حالات بتحصل. فبالتالي هنا الفايرول مش هيسبني كده. فهنا بيقول اروح ابصلك على الاي بي اللي بالنوع ده اللي هي اصلا بابليك بس مش بابليك. وهنلاقيها هنا باي ديفولت العنوان اللي محدداها الايانة. ده العنوان اللي محدداها الايانة على ان هي برايفت اي بي فهي عندك هتبقى البرايفت اي بي. وده الديفولت ويستحسن ان حضرتك ما تغيرش فيه الا لو الشركة بتاعتك عاملة كده. في الدزاين الحلو الجميل ده. انا بتستخدم بابليك اي بي على انه برايفت اي بي فساعتها بقى تروح تقوله ايه استسنيلي بقى الكلام ده. وساعت ما تقوله استسنيلي الكلام ده فانت هنا تقوله ايه خلي بالك من مية تمانية وعشرين عشرة عشرة زيرو على اه ستاشر مسلا او على ستة عشرين. وتفر بقى السابنت عندك ماشي ازاي? اه خلي بالك ان ده لا يعتبر بابليك اي بي. ده هتعمل معه على انه رايبت اي بي. اتمنى يا شباب يكون الموضوع ده واصل بالنسبة لك. بعد كده الويب كاتيجوري. ده خدمة كده عملها لك اجر فارول. علشان لو انت يختلط عليك الامر او مش عارف انه مسلا في ادومين نيم انت مش عارف هو يقع تحت ايه تصنيف يوم. فبدل ما تروح تعمل الرول وتروح تسيرش او 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 تقعد بقى تجرب كاتيجوري معينة وتطلع يا هي يا مش هي. فانت بكل بساطة هتكتب الفول دومين نيم هنا هيطلع لك التصنيف بتاعه. خلينا نروح مسلا نقول دابلي ودابلي ودابلي دوت ياهو دوتكم الله يرحمه. وتدينه كده انتر فيقول لك ده خلاص اهو. تمام? طيب لو رحنا قلنا مسلا يودمي دوتكم. ده ايه ده يا عم? يروح يتشك كده يقول لك ده اوديوكيشن. ده موجود تحت الديوكيشن. وهكزا. خلاص? يبقى بيسهل عليك ان انت بدل ما تروح تختار بين كاتيجوري معينة ومتطلع شعية اللي انت كنت قصد تفتح عليها او تقفل. فبالتالي هنا هيسهل عليك الامور. اعتقد ان احنا يعني اه انهينا الكلام فيما يتعلق بالفيرون. هنا دي خدمة لسه حضرتك ممكن تروح تفعلها زي ما انا نفعلها كده. وهتديك انت عندك كام شكالة. طب انت عندك اي بي كونفليك. طب انت عندك رول ملهاش لازمة. طب انت عندك في الرول. طب انت عندك مش عارف اه تحديدات ومحاطط جايلك من ادي بي از. ولا افريد انتليجنز. لو انت برضو فعاله وهكذا. ولكن دي بتستلزم ان حضرتك تروح تعمل برضو اه بالشكل اللي احنا تعلمناه مع بعض في الموديو رقم واحد تحديدا من فيديو كان هيحضرني الرقم طريبها اتنشر. هو شيء من هذا القبيل. بتعمل 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 تحطه في نفس اللي فيها الفيروول. فبالتالي بتروح هنا بتعمل لها ومتشاور عليه من هنا. خلاص? فيبدأ زي ما قلنا كده يروح يعمل لك للرولات اللي عندك. المشاكل اللي عندك ويديك على دوقها. واعتقد يعني لو انت نفعل اه اللوجز الخاص بالفيروول فالحياة بالنسبة لك هتبقى جميلة. اه الاكتيفتي لوك هنا قبل ما ننسى يعني. ده بيروح يتشك على اه الشيء اللي انت عملته على الفيروول. اي بولوس انت كريتها? اي تعديل انت عدلته على رول? اي رول انت اضفت ليه اه بورت معين او مش عارف فتحت او قفلت? يعني لو قفنا عليه كده هلاقي اه بيروح او بيروح يستحضر البيانات وبعد كده بيجيب لك كل شيء حصل. تم ازاي بشكل ايه? ومختصر كده يقول لي مثلا اه حضرتك عملت اه ابديت للفيروول بوليس من تمانية واربعين دقيقة واللي عملوا الاكاونت ده. فلو رحنا كده هيقول لي والله اهو التاريخ والوقت والشخص اللي عمل الحكاية ديت. ويبدأ يقول لي حتى لو فيه هستري حصلت اهو كسه عملية تمت على اه البوليس ديت. ادي واحد اتنين تلاتة. ويبدأ يطلع لك اللجات الخاصة بيه البروسيس اللي تمت على الفيروول على الروول على البوليسي داخل ايه. كاعدادات وما انا زلك. طيب. لو انا بقى محتاج اشوف المونيتور الخاص بالروول والخاص بالدني وبالالاو والترافيك رايح فين وجاي منين والتحذيرات والمخاطر والتهديدات والاشياء دي كلها. اروح فين? ببساطة حضرتك انا هتروح على الفيروول الصفحة الرئيسية بتاعته. من هنا. وهتنزل الجزء الخاص بالمونيتور. وهتقول له انا محتاج اطلع الخاصة بالمونيتور. لو انت داخل لأول مرة هيطلب منك ان انت تكريت واتكريت بعد كده او عفوا بالطريقة اللي احنا برضو تعلمناها مع بعض. في موديول واحد احنا مش عزلني يكرر يا شباب لان احنا لسه كورس حويل شوية. ويعني مستمرين فيه بفضل ربنا لحد موقفناش. فلو نلاحز انا طبعا عملت القصة دي من زمان وانتهيت منها. حضرتك مطالب ان انت تروح تعملها. وتربطها بالفيروول واعتقد انه واضحة وسهلة ونفياش اي مشاكل. فهنا مسلا هتقول له انا محتاج مسلا اعمل استعلام ما. فهنا هو مقسمها لك. اه. عن طريق مسلا النوع. هتلاقي مسلا هنا عن طريق اه الاختيار النوع. عن طريق عن طريق الحل اللي انت مستخدمه اصلا. فلو روحنا مسلا هنا هقول له وريني اه اللجات الخاصة بالنتورك. فيبدأ يطلع لك اه اللجات اللي خاصة مسلا خلينا نشك على ده. واقول له مسلا رن. هبدأ هنا العمليات تمت من خلال اربعة وعشرين ساعة او ثمانية وعربعين او اخر ساعة او اخر تلاتين دقيقة. فلو قلت له مسلا اخر ساعة وقلت له رن. هيبدأ يجيب البيانات على اه اللي تمت من خلال الرول. انا رحت فين وجيت منين وايه اللي تم. طب منعني طب عداني طب البرتكول المستخدم طب الحدث ده كان وقت تسجل ايه طب بورت كام طب رايح فين جاي منين طب الاكشن كان ايه? كل ده هيبدأ بشكل مفصل. لو رحنا اخترنا مثلا هنا اا تانية. لو قابلنا دي كده. ولناله هنا اروح ل للضياجمستك تاني. هتلاقي هنا كتير جدا من الكاتجوري. ممكن تختار منها. من هنا. هقول له مثلا. هيبدأ يقسمها لي. لو وقفنا كده عليه علشان اشوف الخيارات بتاعته. قلت له انا محتاج الكلام ده. فهيقول لي انه مفيش في الوقت اللي انت حدده لو سمحته روح اختار لي وقت تاني. فمسلا هنا هقول له هقول له اا اا اخر اتناشر ساعة مسلا. هقول له فيما يتعلق بالقبليكيشن رول يا شباب. هيبدأ يطلع لي قبليكيشن اللي احنا سمحين اا من خلالها للانترنت انه يروح من السابنت كله يطلع انترنت لاي اا دومين يعني ما قفلناش على حاجة سمحنا لكل فهيبدأ يقول لي برضو انت في التاريخ الفلاني في الوقت العلاني رحت عن طريق ده من خلال السورس اي بي السورس بورت رحت مش عارف اا الوجهة بتاعتك كانت اا الموقع الفلاني مسلا عن طريق اا الدومين اللي اسمه مش عارف دي سي بي دوت ام بي دوت مايكروسوفت دوت كوم الاكشن اللي خدته قال له والبوليس اللي متطبقه وكزا وهكزا يعني ممكن حضرت كمان ان انت لو بتكتب كود من نوع جيسون طبعا تعيش حياتك بقى او ممكن انت تروح تاخدها من اي ديكمنتيشن من حاصل مايكروسوفت واتطبق الكلام ده عليها بكده نكون اسدلنا السطار على الازر في الول وتمت الحمد لله واعتقد او اتمنى ما نكونش سيبنا وراء حاجة ولو سيبنا وراء حاجة ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبدأ نتكلم برضو او نسترجعها مع بعض ونغطيها وان شاء الله بإذن لا يعني تكون بنقدم محتوى مفيد ومعلومات قيمة نشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته